السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم اخواني في البداية لا ننسى ان ندعو لاخواننا المسلمين في كل مكان ولا نحصر الدعاء في مكان واحد في فلسطين في السودان في الصين في العراق في سوريا في اليمن في كل مكان فان احوالهم تزداد سوءا يوما بعد يوم وخذلاننا لهم اشد مما يفعله العدو بهم وعزاؤنا في قوله تعالى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى كما قال عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين في هذا المقطع احببت ان نرد على احد المعممين الذي طغى في نقله للاكاذيب وتبناها مع الاسف وليته نقلها واستحيى وسكت لكن ان ينقل الاكاذيب ويزخرفها باكاذيب وجهالات علمية والله ما تصدر من طويل بعلم فكيف بشخص يصدر مثل هذا وقبل ان اشرع بالردي عليه وتبيان الجهالات الفاضحة المضحكة التي تفوه بها يجب ان اضع هذه المقدمات التي سابني عليها ردي المقدمة الاولى ان مقتل الحسين لا شك انه مصيبة عظيمة اصابت هذه الامة ونقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان من قتل الحسين او اعانى على ذلك او رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ثانيا نتفق على ان مصيبة مقتل الحسين صارت تستعمل عند كثير من الناس كتجارة يقتاتون عليها للوجاهة والمال ويلصقون بها الاكاذيب والدجل للتلاعب بمشاعر الناس واطفاء عقولهم فيكونون كالسكارة والمجانين في هذا الوقت ولذا يقول ااصف محسني وبالجملة اكثر تفاصيل حوادث كربلاء مجهولة لكن ايش اللي يحصل والناس يطلبون ما يبكيهم وكثير من الوعاظ محتاجون الى الجاه والمال فآل امر القصص الى ما يراه بس بنفس الوقت ما اقبل يبخزني حقي احد يعني بفضل الله تعالى الحمد لله مو بس خطباء العراق خطباء القرى الارضيين ما يقدر واحد يسوي المجلس اللي يسوي يعني من ناحية الجزاح وناحية المدى وناحية الطبقات الصوتية كله يخاف على صوته يقرأ شوية وينزي يعني هس انا عندي مثلا هنا المجال الساني وكذلك مرتضى المطهري اللف كتابا باسم الملحمة الحسينية يتضمن التحريفات والتلاعب والاكاذيب التي يقوم بها كثير من الناس في هذا الوقت وذكر اعتراضات وسخط بعض علماء الشيعة على ما يحصل من اكاذيب ودجل تلصق باسم الحسين وقال من جملة كلامه فالخطيب المسكين تراه احيانا يقع في حيرة اذا ما تكلم الصدق وقال الحقائق دون زيادة او نقصان على المنبر الحسيني اذ ان نتيجة ذلك ستكون نعت مجلسه بالبارد وغير الحماسي وبالتالي عدم رغبة الناس بدعوة هذا الخطيب مجددا مما يضطره الى اختراع بعض القصص الخيالية لادخال الحرارة الى مجلسه وهذا ما ستسمعونه من المعمم الذي سنرد عليه بعد قليل حتى نقل مرتضى المطهري كلمة خطيرة جدا وقال اننا يجب ان نبكي على الحسين ولكن ليس بسبب السيوف والرماح التي استهدفت جسده الطاهر الشريف بل بسبب الاكاذيب التي ألصقت بالواقع يعني وصلنا الى مرحلة ان الاكاذيب التي ألصقت بالحسين صارت اشد من مقتل الحسين بحد ذاته ولذا اليوم انا دفاعا عن الحسين اقوم برد هذه الاكاذيب وهذا الدجل وهذا اللعب الذي يمارس باسم الحسين المقدمة الثالثة والتي مارسه كثيرا هذا المعمم وهو ادعاؤه ان هذه الاثار التي يأتي بها لها مصادر كثيرة فهذا يكفي لاثبات صحتها وانا ساحصن الظن به واقول ان هذا المسكين جاهل لا يفقه شيء بعلم الحديث ولن اقول انه كذاب مع ان المعصوم باعتقاده اباح له الكذب على مخالفه لنصرة معتقده لانه يعتقد ان كثرة المصادر او كثرة الكتب التي خرجت الحديث يلزم منها كثرة الطرق اعطيكم مثالا اربعة اشخاص حضروا مجلسا لشيخ كذاب هؤلاء الاربعة نقلوا نفس الحديث من هذا الشيخ ثم قام هؤلاء الاربعة والف كل واحد منهم كتاب ونقل نفس الحديث عن نفس الشيخ هذا هل سنقول ان لهذا الحديث اربعة الطرق ما يقول هذا الكلام الا احمق او جاهل او كذاب لماذا؟ لان الاربعة هؤلاء كلهم رووا الحديث عن نفس الشخص هذا المعمم يفعل نفس الفعل يذكر مصادر متعددة غالبا تنتهي الى نفس الراوي طيب شيف الفايدة بالمصادر اذا كان نفس الراوي الضعيف او الكذاب او المجهول نفسه موجود في كل هذه المصادر ايش الفايدة؟ فما بالكم اذا اضفنا الى هذا الجهل جهل اخر من افعاله ايش؟ ان هذا المعمم ينسب بعض الروايات لمصادر ناقلة وليست مخرجة يعني بعض العلماء يكون متأخرا فيؤلفوا كتابه من الكتب ويأتي باحاديث من كتب اخرى ليست من طريقي هو هو ما عنده طريق لهذه الاحاديث فينقل مثلا الرواية من البيهقي هو ينقلها من الكتاب هو لم يرويها اصلا فنقله لهذه الرواية لا يعتبر مصدرا جديدا لانه ما جاب شيء جديد ما جاب شيء من طريقة هو اخذ الحديث من كتاب اخر ووضعه في كتابه فقط اعطي مثالة لتوضيح اليوم انا الفت كتاب فنقلت في هذا الكتاب احاديث مثلا من البخاري ومسلم تخيل اتجاه البعد ذلك ويقرأ كتابي ثم ماذا يقول وهذا الحديث رواه البخاري ورواه سعدون المطوع ايش راح تقوله تجاهل مجنون انت ترى سعدون نقل هذا الحديث من البخاري كما هو اخذه من البخاري ووضعه فما يستطيع تقول ان لهذا الحديث مصدرين المقدمة الرابعة وهي ان اهل السنة بالاجماع يؤمنون بامكانية وقوع الكرامات للاولياء لكن بذات الوقت يقولون ان حصول الكرامة لشخص لا تعني انه افضل من غيره ولذا يقول الشيخ السلام بن تيمية ومن اصول اهل السنة التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع علوم والمكاشفات وانواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الامم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الامة وهي موجودة فيها الى يوم القيامة وقال في موضع اخر كرامات الاولياء حق باتفاق ائمة اهل السنة والجماعة وقد دل عليه القرآن في غير موضع والاحاديث الصحيحة والاثار المتواتر عن الصحابة والتابعين وغيرهم وانما انكرها اهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم واما ائمة الاسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروها وركزهنا لكن كثيرا ممن يدعيها او تدعى له يكون كذابا او ملبوسا عليه وايضا فانها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول ولذا شيخ الاسلام عندما كان يرد على ابي المطهر الحلي عندما ذكر بعض الروايات التي فيها كرامات لعلي ابن ابي طالب قابل بعضها ولذا قد قال وهذه الحكايات التي ذكرها عن علي لم يذكر لشيء منها اسنادة وفيها ما يعرف صحته وفيها ما يعرف كذبه وفيها ما لا يعرف هل هو صدق ام كذب يؤخذ على الشيعة انهم يقدسون من تربة كربلاء في مصادر اهل السنة ان النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم وعامل خاصة وفيها ما هو الصحيح او حسن لذاته او يصلح ان يخرجك شواهد اولا نبدأ في هذه الرواية ذكرها واذا استمعنا لكلامه سنرى انه دلس قال ان بعض الروايات فيها الصحيح وفيها ما دون ذلك يعني مقبول بالشواهد فقط ولم يذكر ان فيها بعض الروايات المكذوبة اذا كانت اصلا الرواية شديدة الضعف او واهية لا تصلح للشواهد فكيف لما تكون مكذوبة والعجب تتعلم ايش سوه هو استشهد بالرواية المكذوبة ولم يذكر هذا للناس واكمل ودلس لنستمع على الرواية رواية الاولى اخرجها الطبراني ورواية المزي ورواية المزي والهيثمي والهيثمي بعد من علماء اهل السلحة يقول الرواية الاولى اخرجها الطبراني ما عندي مشكلة صحيح ثم ما بقال رواها المزي الرواية هذه الرواية المزي ستجده قد اخذها من كتاب غيره ليس من كتابه هو ليس باسناده هو فما ستذكر المزي معه لكن الموضوع فقط للتكثر الشرها على الكتاب اللي تنقل منه اللي جاء فيك العيد فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد ان امتك لتقتل ابنك هذا من بعدك فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله ملام على بكاءن على الامام حسين عليه السلام فهذا نبي الله صلى الله عليه وآله في كتب اهل السنة قبل ان تقع الحادثة بك على الحسين عليه السلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وديعة عندك بهذه الترب هذا متقديس ترب هذه الرواية فيها راوين كذاب متروك اسمه عمر بن ثابت لا يصلح لا لشواهد ولا لمتابعات ولا لبطيخ ما يصلح الا للأكاذيب والتلاعب عقول الناس فقط فاذا كنت فعلا انت متبع للحق المفروض تستحي شوي وتتراجع وتعتذر لانك ترى سبحان الله انك تقول ان هذه قصة جاءت باساريد صحيحة كما تزعب وهذه قصة جاءت باساريد يعني مقبولة للشواهد والمتابعات كما تزعم طيب تركت كل هذا وما رحت الا للمكذوبة وعموما هذه الاثار كلها انا تكلمت عنها بالتفصيل طريق طريق في مقطعي هذا في ردي على المقنع وبينت ان هذه القصة بالمجمل لها اصل لكنها لم تأتي بطريق نقي لكن لو سلمنا واخذنا بهذه القصة الان فيها مصائب وفضائح لماذا اولا استشدت ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحسين وجعلته مبررا لما يفعل اليوم من لطم وبكاء ونياحة وعزاءات سنوية فنقول الان لماذا لم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم المآثم كل سنة هل اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم بالمزاج يعني بكى رأي اخذ بكاءه طيب اتبع كذلك في طريقة بكاءه الذي لم يبكي الا مرة واحدة فقط وحتى بكائه هذا لم يثبت انه كان في عاشورة الفضيحة الاكبر طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحصل على تربة الحسين معناها ان المفرد يكون في علم لفضل هذه التربة فلماذا لم يسجد عليها ولا مرة ولم يأمر الناس مثلا بسجود عليها ولم يذكر فضائلها ولم يبين ميزتها ثالثا بكى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة على غير الحسين رضي الله عنه عن من بكى عليه فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم وصار يضمه ويشمه وكذلك بكى على حفيده لما كان ينازع بيده ومات على يده وكذلك بكى على اصحابه لما جاءه الخبر وهو لم يرهم بمقتل جعفر ومقتل زيد ومقتل ابن رواحة في غزوة مؤته وكذلك بكى على سعد بن عبادة وهو لم يمت كان مريضا على فراشه فلما عاده بكى عليه خلني ازيدك بعد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد قبل عثمان بالمضعون وهو ميت وهو يبكي عليه اذا يلا بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدموع عليه سالت سيلان اذا يلا تعالى نسوي لطمية عليه كل سنة بل اكثر من ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على امته شفقة عليها وحبا بها على كل امته وعلى شيء ما حصل لها للحين انت بتقول حسين بكى عليه قبل ان يقتل هو الان يبكي على امتي خوفا عليهم يعني ليه ما صار لهم شيء مجرد خوف فرفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد يلا هذا الان جبريل ينزل لامة محمد موتكى الرشيد تقول نزل الحسين فاذاك نلطم عليه ونبكي كل سنة ما دري ايش يلا هذا الان جبريل ينزل بسبب امة محمد صلى الله عليه وسلم وخوفي عليهم وشفقة عليهم وهو يبكي عليهم اذهب الى محمد فقل الناس نرضيك في امتك ولا نسوك بل اذا اخذنا الموضوع بصورة معاكسة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر اكثر من شخص بالشهادة من اصحابه ومع هذا ما بكى عليهم وعلى رأسهم علي بن ابي طالب فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد حراء فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك الا نبي او صديق وشهيد واحد الشهداء كان علي بن ابي طالب ولم يبكي عليه بل في رواية اخرى لما اشتكى علي بن ابي طالب فقال علي بن ابي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق و المصدوق يقول انك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا واشار الى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف كيفية مقتل علي بن ابي طالب وصفا ومع هذا ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكيف اذا اضفنا ان علي بن ابي طالب كمنزلة دنيوية وكمنزل شرعية أفضل من الحسين ومصاب الإسلام في علي بن أبي طالب أشد من مصاب الإسلام في الحسين ومع هذا ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم إذن على هذا المقياس نقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبكي على الأشد وبكى على الأدنى فنقدم الأشد على الأدنى إيش هو الأشد؟ عدم البكاء إذن لا نبكي بل الله هذه عقلية هذا تأصيل لا شك أن هذا التأصيل سقيم وعقيم ومريض طيب كيف نفهم مثل هذه الأحاديث؟ نفهم هذه الأحاديث أنه يجوز البكاء إذا كان على السجية دون تكلف كيف يعني؟ واحد استمع إلى قصة مقتل علي بن أبي طالب استمع إلى قصة مقتل عثمان استمع إلى قصة مقتل عمر استمع إلى قصة مقتل الحسين فتحركت مشاعره ثم بكى بكاء طبيعي متأثر هذا لا إشكال فيه نهائيا الإشكال لا لما أجعلها عيد سنوي وأضع لها تشريعات سنوية وتوقيت معين لا شك أن هذا من البدع الذي لم يفعله للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا أثبتنا قبل قليل أنه لم يبكي إلا مرة واحدة عندما سمع الخبر فقط ولذا لا تستطيع أن تثبت نهائيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كل سنة في عاشراء بل لو رأينا حال الحسين سنراه هو أول من كان ينكر ويرفض البكاء عليه وكان يوصي أهله أشد الوصاية بأن لا يبكين وأن لا ينحن إلى آخر من هذا الكلام فإما أن تقول أن الحسين وعياذ بلا قد خالف جده أو أنه عجز عن استنباط الحكم الشرعي في بكاء جده وهذا البكاء هو بكاء رحمة بكاء فطري بكاء جبلي بكاء سجية فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسين ومع غير الحسين فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القريب ومع البعيد فبكى على أصحابه أكثر من واحد وبكى على ابنه إبراهيم حتى صار يشم جسده وبكى على حفيده وبكى على الحسين صبطه وكل هذا البكاء كان في لحظة الحادثة وبعد الحادثة خلاص ما هو شيء ولذا لو رجعنا إلى أفعال المعصومين لن نجد معصوم واحد بنا حسينية أو أمر ببنائها أصلا ما يعرفون شيء عن حسينية معقول ولا معصوم يعرف شيء عن حسينية ما يعرف شنو منزلة الحسين من هذه الظواهر التي حدثت لي موجودة في مصادر الفريقين السنة والشيعة أن عند مقتل الإمام حسين عليه السلام صار فيه كسوف للشمس هذا الحدث أن الشمس كسفت موجود لخمس روات خمس روات يعتبر عدد كبير قضية معينة يعني خمس أشخاص مختلفين وهو نفس القضية هذا الخبر موجود في البلاذري والعجيب أن هذا المعمم يستشهد برواية حتى لو ما تعرف إسنادها هي أصلا مناقضة لأصول الصلحة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا ولا أنت وهي أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وهذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندي وعندك عندما مات ابنه إبراهيم ولذا قد جاء في كتاب تعريب انتهى الآمال للميلاني أنه ذكر ترجمة إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال دفن في البقيع وظهر في وفاته عليه السلام ثلاثة أمور غريبة قد ذكرت في محلها ثم في الهامش ذكر هذه الرواية قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت في موته ثلاث سنن الأولى أنه لما قبض انكسفت الشمس فقال الناس إنما انكسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي نفيا تاما أن تنكسف الشمس أو القمر لموت أحد أي أحد إنما هذا عبارة عن تزامن تزامن وقت انكساف الشمس أو القمر في وقت وفاة هذا الشخص فقط لا أكثر فالتزامن لا يلزم منه سببية قد تحصل ظاهرة كونية معينة في نفس وقت حادثة معينة أخرى هذا لا يلزم منه أن هذا حصل بسبب هذا أبدا ومن هذه القاعدة لو أنا من أهل الهواء أقدر أقول لك ترى أي شيء حصل وقت مقتل الحسين رضي الله عنه لا يحق لك أن تستشهد به ومع هذا أنا لا أفعل ذلك أقول لك نعم قد تحصل كرامات وقد تثبت كرامات لا أشكال نهائيا لكن المبالغة والزيادة حتى يصل الحال الكذب على الحسين وكأنه محتاج للكذب لإثبات فضله هذا ما سنحاربه ولو رجعنا إلى الرواية التي ذكرها سنرى أنها ضعيفة لا تصح متهافتة طبعا ذكر البلاذري والبيهقي ومن عساكر ما عندي مشكلة أن تنسب تخريج هذا الحديث لهؤلاء الثلاثة لأن هؤلاء الثلاثة فعلا يرون بأساندهم وإن كنا سنرى أن الطريق في نهاية واحد ما رح يتغير يعني فتعدد المصادر ما رح ينفعك لكن وإن المصيبة لما تذكر المزي مرة ثانية وهو المزي ناقل المزي ما يروي بإسناده بهذا الكتاب ينقل ولا يروي والمصيبة الأكبر لما تنقل عن الخوارزمي وهو شيعي هذا الأثر قد جاء من طريق باللهيعة وتفرد به وهو ضعيف قبل أن أرد على هذا الأثر وأبين ضعفه نلاحظه يا إخوة في هذا الأثر بالذات يقول هذا الأثر صحيح فكأن لسان حاله أن الآثارة كان يأتي بها باطلة وهو يعلم ذلك لكن سبحان الله هي المكابرة وهذا الأثر إسناده صحيح إلى حسين بن عبد الرحمن لا إشكال فيه لكن الإشكالية في رواية حسين بن عبد الرحمن لهذا الأثر فحسين بن عبد الرحمن عندما كان يروي هذه القصة في بعض أجزائها يرويها مسندة وفي البعض الآخر يرويها مرسلة وهذه الجزئية التي نقلها هذا المعمم رواها حسين مرسلة ولم يذكر ممن أخذها منه فيقول عن حسين أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين إنا معك ومعنا مئة ألف سيف إلى آخره ثم ماذا قال بعد ذلك قال حسين فحدثني هلال ابن إساف قال لقد تفرقوا عنه لاحظوا هنا في هذه الجزئية حسين أسند القصة جزئية أخرى من نفس الأثر قال حسين وأخبرني ساعد بن عبيدة فذكر كلامه ولكن لما جاء إلى هذه المسألة لم يذكر من نقلها إليه فأرسلها وقال قال حسين فلما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة طيب من الذي نقل له من الذي أخبره لم يذكره إذن هي مرسلة بدليل الذي بعده قال حسين فحدثني مولا ليزيد بن معاوية طيب من هذا المولى هذه قصة أخرى الذي حدثه إياها مولا ليزيد بن معاوية من هو هذا المولى مجهول إذن إذن رواية حسين إذا أسندها إلى ثقة فهي مقبولة ومأخودة إذا أسندها إلى مجهول أو أرسلها فهي مردودة وهذه اللفظة بالذات أرسلها حسين ولم يسندها إلى أحد طبعا الأخبار اللي واردة موجودة عن سبع من الرواة عدد سبعة في علم الحديث عدد كبير مبسيط يعني سبع أشخاص مختلفين نقلوا الحادثة عن ابن شهاب الزهري يكرر نفس الفضيحة مرة أخرى يقول أن في سبعة يرون عن الزهري إذن هذا يعتبر عدة طرق هذا يعتبر عدة طرق إلى الزهري وليس عدة طرق في الرواية لأنها في النهاية على طريق واحد وهو الزهري فرق بين الأثنين ثانيا الزهري ما رح يفيدك لأنه من صغار التابعين وهذا ما سيتبين إن شاء الله عندما تذكر الأثر ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين ابن علي إلا عن دم فأولا هذه الرواية رواها ابن جريج عن الزهري وقد عنعن ولكن قد جاءت رواية أخرى عن الزهري تحسب المسألة بالكامل رواها البيهقي أن الوليد ابن عبد الملك سأل سؤالا وقال أيكم يعلموا ما فعلت أحجار بيت المقدس أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي فقال الزهري بلغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط وهنا الزهري صرح أنه لم يرى بنفسه إنما هو بلاغ وكما نعلم أن بلاغات الزهري من أضعف البلاغات من الذي أبلغه من الذي أخبره مجهول فإذن رواية الزهري لو كان لها مليون طريق ما تسعفك أم حيان قالت يما قتل الحسين أظلمت علينا ثلاثا ثم نقل رواية أخرى عن أم حيان وإسناد هذه الرواية الظلمات بعضها فوق بعض ففي إسنادها سلام وهو ضعيف يروي عن زيد الكندي وهو مجهول يروي عن أم حيان وهي مجهولة وبعدها يقول لك يقوي بعضها البعض أحد النساء مذكور اسمها قالت كنا زمانا بعد مقتل الحسين وكانوا لا يرفعون حجرا إلا وجدوا تحته دما يقول لأمرأة مذكور اسمها ويمشيها لأنها مجهولة كذلك وهذا الأثر جاء من طريق راوين اسمه خلاد وهو مجهول وروا هذا الأثر عن أمه أم خلاد وهي مجهولة وهنا وقفة مهمة جدا بعد أبينت لكم بعض الأكاذيب التي يتغنى به هذا المعمم هو يقول أننا نتعمد ألا نذكر مثل هذه الأمور ولكن هذه الأمور بالنسبة لنا هي أمور فرعية لن تغير شيء من قيمة هذا الشخص فمثلا أنا أتحداك اليوم أن أغلب أهل السنة لا يعرف الكرامات التي قد وقعت مثلا للخلفاء الراشدين فمثلا كما ثبت لحسين أن الجن قد بكى لمقتله كذلك قد ثبت لعمر نفس الشيء والله أنا حلف اليوم أن أكثر من 90 من أهل السنة يعرفونها ولا تذكر لأنها ذكرت أم لم تذكر ما رح تغير شيء من منزلة عمر عندنا وكذلك كثير من الصحابة غير خلفاء الراشدين وقعت لهم بعض الكرامات أجزم من أغلب أهل السنة يعرفها لأنها في النهاية لن تغير من أساس الفكرة لكن تدري وين الفضيحة الفضيحة لما تكون هناك أسئلة ومحاور تغير من أساس العقيدة لا تذكر لا تطرح فدعني أطرح عليك أنت وعلى أتماعك عموما هذه الأسئلة وخلنا نشوف من الذي يخبع عن الناس نحن أم أنتم اليوم في عقيدتك أن الحسين معصوم هو وأخوه الحسن وعلي بنبي طالب والتسعة من أبناء الحسين لكن عندما نرى واقع الحال نرى أن هناك أمور مو بس تنقض العصمة بل تنقض الدين بأكمله من الأفعال المنسوبة إليهم إذا قلنا بالعصمة فلو سألت اليوم لماذا خرج وثار الحسين ما الفائدة صاحبك يجاوب وبالتالي الحسين عسين كان يعتبر استشهادة فتحا ويغير الحسابات لأن استشهادة الحسين يترتب عليه نقلة نوعية في العقيدة بعد شهادة الحسين عليه السلام النظام الحكم اللي مو مبني على طريقة أهل البيت عام السلام نظام غير معترف به من قبل هذه المدرسة قبل من أهل قبل كان كيان التشيع ممكن يدخل صار موقف لا يقبل التبرير انت قد تقول الحسين لا كذا تقدر تمشي الأمور لكن مع الحسين عليه السلام انحسمت أما تقدر ترقع أما تقدر ترقع أما تقدر ترقع فهذا شخكم ينصوى يقول أن بثورة الحسين ثبت الأمور ويعتبر فتح وما رح تختلط المفاهيم أي حكم ونظام غير أهل البيت فهو حكم فاسد غير معترف فيه وكلامه فيه إساءة وقذارة وسوء أدب مع الحسن وعلي بنبي طالب وأنا ما استغربها بسبب الأسئلة رح أوجهها بعد شوي لأن شنو قال قال مع الحسين ما تقدر ترقع ليش لأن الحسين واجه وثار أما علي بنبي طالب بايع مرة بايع مرتين بايع ثلاث ولما جت للخلافة قال دعوني والتميس وغيري أنا وزير خير من أمير الحسن تصل إليه الخلافة وهو جالس بمكانه ومع هذا يتنازل عنها ويتركها ويسلمها ويسلم رغبة المسلمين للكفار هذه الأفعال أيش يترتب عليها الآن على كلام شيخكم يترتب عليها تشتيت نظام أهل البيت والحكم والنظام الديني عموما لكن مع الحسين ما في تشتيت خلاص كل شي تثبت كل شي صار واضح طبعا هذا الكلام عبارة عن فضايح وطوام ولذلك أنا الآن رح أسأل هذه الأسئلة إذا كان مقتل الحسين لهذا السبب فلماذا الحسين عندما وصل واكتشف خيانة الشيعة له مباشرة عرض على ابن زياد أن يبايع يزيد أو يرجع من المكان الذي أتى منه أو يذهب إلى ثغر من ثبور مسبين فيقاتل هناك الآن ما تقول له هو رايح يسوي فتح ما تقول الآن رايح يثبت المعايير خلاص لشي ما تتغير وتختلط مع غيرها نرى الآن الحسين على مفهومكم أنه أول أول من أراد خلط المعايير أو تقول أنه خاف مثلا وعياذ بالله أو تفسيركم أصل لخروجه غير صحيح من الأساس وهذا هو الواقع طيب السؤال الثاني إذا كان فعل الحسين عبارة عن تثبيت لمفاهيم أهل البيت وللإمارة والنظام إلى خير من هذا الكلام فلماذا زين العابدين أول واحد خالف وغدر بأبيه وقام وضايعي يزيد إن قلت لي خوف قلت لك هاي مصيبة لأن الحسين بنفسه قد خرج بالنساء والصيبية يقاتل بهم أي خوف بعد ذلك يعني الحسين خرج بدون قدرة على القتال وبدون طاقة وبدون جيش بل كان يقدر يخلي النساء ترى في البيت ويقدر يخلي يتفال في البيت فالمفروض الآن أي واحد يأتي بعد الحسين ما عندي عذر يقول أنا خاف يعني النساء والصيبية جاول حرب أنت ما تروح تحارب ولذا كان القمي شديد الغضب والسخط على الأمين لأنه نقل بيعة زين العابدين ليزيد وقال أنها تؤثر على القائد وتؤثر على الشيعة الآن السؤال وهذا يؤكد كلامي أن فعل زين العابدين ينقذ فعل أبيه النقطة الأهم إذا كان الحسين رضي الله عنه يريد أصلا تثبيت المفاهيم إلى آخره فلماذا أصلا لم يخرج على الحسن من الأساس يعني الحسن قد جاءته الإمامة والخلافة بيده خلاص عنده خلافه عنده إمامه عنده سلطة وعنده قوة ومع هذا تنازل عنها لكافر هو أشد من يزيد عندكم ومع هذا نرى الحسين سكت وبايع الأشد والأكفر ولذا آصف محسيني كان متحسرا تحسرا شديدا على هذه المسألة ولأنقل المعنى ما أذكر الآن رحض على المصدر يقول يعني أن أنا متحسرا على بيعة معاوية أشد من موضوع مقتل الحسين لأن معاوية أكفر من يزيد أيضا هناك سوال آخر لماذا جاء بنص صريح صحيح في كتبكم أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب الحسن بأن حرمه الإمامة من نسله عندما بايع معاوية ويبقى السؤال أصلا لماذا الحسن تنازل لمعاوية وبايعه وأعطاه الإمارة يعني أول كنتم تقولون أنها مغتصبة طيب الآن الحسن مو مغتصبة عنده بيده لماذا سلمها ولذا جاءت رواية صحيحة عن المهدي أنه قال بمعناها ما من أحد من آبائي أي المعصومين إلا وكانت في عنقه بيعة لكافر أو ظالم إلا أنا وهذا الحديث ينقذ كلام صاحبكم في سبب خروجه حسين فإذا كان كل واحد من لأمة راح تكون في عنقه بيعة في عنقه بيعة لكافر أو ظالم هذه كلها تنخبط الموازين ولذا قد نقل النوب أختي في كتابه أن هناك جزء من الشيعة قد تاه وصارت عندها مشكلة بعد خروجه الحسين لأن موقف الحسين كان مناقض لموقف الحسين فمعارفين يروحون مع الحسين ولا يروحون مع الحسين فتشتتوا وشيخكم يقول فعل الحسين لتثبيت أي تثبيت تشتتوا وقبل ذلك لما بايع الحسين معاوية أيضا تشتت كبار الشيعة يا مذل المؤمنين يا مسخي موجوه المؤمنين إلى خير من هذا الكلام ثم التثبيت حتى لو كان موجودا لو تنزلت معك بهذا التثبيت هذا التثبيت مؤقت الآن مع الحسين تخيل أن في ثمانية بعد الحسين سينقضون هذا التثبيت كلهم رح يبايعون الكفر والظلمة شي فايدة من التثبيت هذا وكذلك علي بن أبي طالب بايع ثلاثة من الكفار وهم عندكم أكثر حتى من يزيد وعندما جاءته الإمامة قال دعوني والتميسوا غيري أنا وزير خير من أمير لماذا لم يثر لماذا لم يخرج لماذا لم يثبت الإمامة النقطة الأخيرة هل ستتجر وترد على صاحبك لما طعن بفعل الحسن وعلي بن أبي طالب وقال بالحرف أن فعل الحسين ما تقرأ ترقعه يعني قصده فعله مباشر خلاص أما فعل علي وفعل الحسن لا لازم ترقع فيهم وهذا استنقاص معصوم تحتاج لك ترقع وتغطي وراء لكن هو نسي أن الحسين بنفسه مارس نفس الفعل وضايع معاوية فكيف من أراد تثبيت فكرة معينة يقوم بنقيضها قبل ذلك وتسبب بهذا العمل كما بينا بتوهان كثير من الشيعة في ذلك الوقت ومن كبارهم وناس عاديين وحتى في ثورة الحسين تاه بعض الشيعة هذه الأسئلة المهمة هذه الأسئلة تناقشها إذا استطاعت أن تجيب عن هذه الأسئلة وتبين الحقائق بدون عواطف وبكلام علمي رصيد بعد ذلك فكر بالفرعيات نثبت الكرامات التي حصلت والكرامات التي لم تصح